أصدقائي طلبة الصف الثالث الثانوي أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الكيمياء الحقيقة حلقة النهاردة إن شاء الله من الحلقات المهمة اللي احنا كنا بنقول في بداية حلقاتنا للمنهجنا الجميل إن دراسة الكيمياء متعة وبهجة طب بجد يا متعة وبهجة؟ نعم احنا حتى الآن كنا بنتكلم عن المفاهيم بنتكلم عن بعض المعادلات الكيميائية بنتكلم عن بعض رسومات اللطيفة أو الأفران اللي احنا خدناها في الحديد فدي كلها أشياء جديدة علينا لكن هنبدأ إن شاء الله من النهاردة بإذن الله نقوم بالتجاوب العملية المعملية هي أساس علم الكيمي لأن نحن نشوف ونفص أساس ترجمة نانسي قنقر نبدأ الأول بالتحليل الكيميائي ده علم من علوم الكيميائي أحد فروعه ساهم في تقدم كثير من مجالات في علم الكيميائي في مختلف الفروع زي علم الطب والصيدلة والزراعة والصناعات الغذائية والبيئة الحقيقة قدر يفيد في مجالات كثيرة جدا طيب تعالوا الأول نشوف في حاجة اسمها التقنيات اللي بستخدمها في مفاهيم خاصة بالباب طيب التحليل الكيميائي ده هحتاج أنا إيه في جزء منه حاجات سبق نحن أخذناها زي المول ده مفهوم مهم جدا أرجو أن نحن نتذكر هو كمية المادة التي تحتوي على عدد أفوغادرو من الجسيمات جزيئات أو زرات أو آيونات أو وحدات الصيغة أو الإلكترونات طيب أيضاً الكتلة المولية خدناها مجموع الكتل الزرية للعناصر الدخل في تركيب جزيئ مواكب عندك أو وحدة الصيغة مقدرة بوحدة الجرام لأن إحنا قلنا هي مجموع الكتل يبقى الوحدة جرام أيضاً عدد المولات أيوة قلنا في قانون بيسوي كتلة على كتلة كتلة المادة عندي أو على الكتلة المولية كلها عندي يبقى ده قانون نستخدمه لإيجاد عدد المولات إذا الدك في المسألة أو كتل على كتل طيب فيه كمان عدد مولات ممكن أجيبها من خلال عندي بيديك عدد المولات الجزيئات سواء كانت أو زرات أو آيونات حسب ما يطلب مضروباً في عدد أفو جاد هنا إحنا حرقنا القانون يعني ممكن أقول عدد المولات بيسوي إيه أيوة يبقى عدد على عدد عدد الجزيئات على عدد أفو جاد طيب لو عايز عدد إيه زرات أو آيونات أوكي تاني يبقى نفس العملية أهم حاجة عدد المولات بيسوي عدد على عدد أو عدد المولات بيسوي كتلة على كتلة وده حسب ما بيديني في ما يسمى معطيات كل مسألة وكل ده حنتضرب عليه إن شاء الله إحنا كلنا عفين عدد أفو جادو ستة اثنين من مية في عشا قس تلات وعش طيب حجم الغاز آه في الزروف القياسية بقى أهو اللي هو عدد المولات لأن الغاز عندي مضروف 22 إيه ها وربعة من عشرة وده في استي بي اللي هي الزروف القياسية اللي عندي كل دي قوانين ختاة زمان في أولى وتانية سنوية تمام كسافة الغاز أيوة من الوحدة انت عرفت كتلة على حجم كتلة المولية على الحجم في الزروف القياسية استي بي اثنين وعشين وربعة من عشرة لت لكل مول ممتاز التركيز المولاري ياه مهم جدا لأننا هنعرف بعد كده في التحليل إن احنا محتاجين نعين تركيز نسبة عنصر في موكب وده من الحاجات المهمة يبقى عدد المولات عندي على الحجم بالمحلول بالليت أيضا النسبة المئوية الكتلية لعنصر في موكب تمام يبقى دي مهمة جدا اللي هي كتلة العنصر في مول من الموكب على الكتلة المولية للموكب نفسه مضغوبة في المية لأن احنا بنتطلع النسبة المئوية أيضا النسبة المئوية الكتلية لموكب في عينة غير نقية دي مستخدمها في بعض القوانين ومسائل كتلة الموكب في عينة على كتلة العينة الغير نقية نفسها ودي من القوانين الهامة جدا مضغوبة في مية طبعا عشان دي النسبة المئوية اللي احنا بنستخدمها في التحليل الكيميائي قالوا بينا نبدأ بأنواع التحليل الكيميائي الحقيقة أنه عندنا نوعين من التحليل الكيميائي تعاوني نبدأ مع بعض كده بالتحليل الكيفي الوصفي نركز فيه كده كلنا خد بالك من التحليل الكيفي أيوا يبيهدف إلى التعرف على مكونات المادة سواء كانت نقية اللي هي ممكن يكون ملح بسيط مثلا عندي أو مخلوطا من عدة مواد ودي مهمة جدا ده التحليل الكيفي كيف المادة مكوناتها إيه ونتعرف عليها كويس جدا طيب في التحليل الكمي وده النوع الثاني بيهدف إلى إيه إلى تقدير نسبة أو تركيز كل مكون من مكونات الأساسية للمادة عشان كده إحنا رجعنا من شوية بعض الحاجات الخاصة بإيه بالتركيز الملاري والنسبة المقاوية الكتلية العنصر ليه لأن إحنا شغلنا حيبقى على التحليل الكمي في تحديد نسبة تركيز كل مكون من مكونات الأساسية للمادة طيب تعالوا نبدأ أولا في التحليل الكيميائي الوصفي الكيفي أو النوعي والحقيقة هي عبارة عن إيه بقى هذا النوع هو عبارة عن سلسلة من التفاعلات المختارة المختارينها المناسبة بتجرى هنا للكشف عن نوع المكونات الأساسية للمادة لأن إحنا لازم الأول نعرف ونتعرف على المكونات الأساسية للمادة ثم بعد ذلك نبدأ نشوف نسبة كل مكون طيب نبدأ فروع التحليل الكيميائي الوصفي عندي تحليل خاصة بالموكبات العضوية هنبدأ بيها ده من خلال تحليل الموكب العضوي ثم تحليل الموكبات غير العضوية إبقى دي الفروع بتاعت التحليل الكيميائي الوصفي اللي هو اللي إحنا سميناه كيفي طيب هنبدأ أول نوع اللي هو الكشف عن الإيه بقى الأنيونات اللي هو الشق الحامضي ليه بقى لأن اللي إحنا علينا في منهجنا هو دراسة تحليل الموكبات الغير عضوية لأن إحنا هنا هنتعرف عليها على الآيونات بتاعتها فالآيونات اللي عندنا في الموكب الغير عضوي بتشمل الشق الموجب اللي هو الشق القاعدي والسالب اللي هو الأنيون اللي هو الشق الحامضي أصدقائي تعالوا نشوف هنا مع بعض مجموعة حمض الهايدروكولوريك وكيف يمكن استخدامه في الكشف عن الكربونات والبي كربونات والكابريتيت والكابريتيت والثيوكابريتات والنيتريت وليه استخدم هذا الحمض؟ أولاً لأنه أثبت من الأحماض اللي اشتقت منها هذه الأنيونات تمام؟ طب دي حاجة مهمة جداً ليه؟ لأن إحنا بنقول الحمض الثابت اللي هو الأعلى في درجة الغليان يطرد الحمض الأقل منه ثابتاً في درجة الغليان أدي عندي هنا هناخد مثال بقى مش كله الكربونات والبي كربونات والنيتريت طب نشوف كده مع بعض خد بالك إحنا أساس التجوبة هنبدأ بالتجوبة الأساسية هناخد الملح عندي ناخد بالك هناخده صلب مهم جداً ناخد بالنا إن الملح هناخده صلب أهو ملح الكربونات هناخده صلب ونضيف لي كاشف المجموعة بتاعتي هناخد مين عندي هنا؟ عندي حمض الهايدوكرويك أعوه خد بالك يبقى الملح صلب خد بالك دي التجوبة الأساسية تمام؟ أيوه هه وبعد كده هنضيف بص كده حصل إيه فوان وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون يبقى حدث هنا إيه عندي؟ خد بالك عندي حاجتين حصلوا حصل فوان تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون وإحنا عافين إنه بيعطك ماء الجيل طيب يبقى بيحدث فوان وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون ودي الملحوظة الأولى في ملح الكربونات زي ما إحنا شايفين تمام؟ يلا بينا ناخد الملح التاني اللي هو مين؟ البي كربونات هناخد الملح الصلب ونضيف لي كاشف المجموعة أيوة أهو عندي أدي الملح الصلب بي كربونات ناخد مثلا بي كربونات سوديو وناخد كاشف المجموعة أهو يبقى قدرة الحمض خد بالك أول ما نضيف الحمض أهو فوان ها؟ وتصاعد غاز يعكر ماء الجيل ناخد بالنا تجهوبة جميلة بسيطة مفاش أي حاجة يلا ننتقل إلى النيتريت ناخد ملح من أملاحه أهو عندنا ونبدأ ناخد ملح الصلب وناخد بالنا أن كل التجارب تجارب الأساسية مهمة شغالين على ملح الصلب طب تعالى بقى نأكد على ملح الكربونات والبي كربونات فلابد من إحنا نشغل على محلول الملح طيب هنا ليه بنلجأ للتجارب الأساسية والتجارب التأكيدية لأن إداني في التجارب الأساسية هنا نفس الناتج فوان وتصاعد غاز سنوكسي الكربون فيلا بينا نستخدم مده بقى تميز لبين الكربونات وبين البي كربونات فقلنا هناخد مين هناخد كابيتات المغنيسي ويلا ناخد هنا ملح الكربونات عندي خد بالك خدنا الملح وخد بالك هناخد هنا هنضيف ليه ميا لأنه لازم يبقى المحلول أنا في التجارب التأكيدية بشغل على محلول الملح أيوة أهو تمام بنتأكد أن داب بتبرج كده ببساطة بهدوء ثم نضيف المادة لها كابيتات المغنيسي وناخد بالنا هيتكون إيه عندي هنا خد بالك كده أيوة ها تكون إيه تمام راصب أبيض على البارد وهذا الراصب بيزوب أيوة في حمض الهايدروكولوريك دي كربونات تمام كده ناخد بالنا يلا ننتقل إلى الملح الآخر البي كربونات تمام يلا بينا هناخد الملح الصلب ثم نصنع منه محلول بإضافة الماء أيوة تمام ثم الرج ونبدأ نستخدم كابيتات المغنيسيوم أيوة تمام هنضيف إيه بقى هنا ناخد بالنا أيوة خد بالك أيوة هنا بص يبقى هنا هيتكون واصب أبيض إمتى قالك بعد التسخين حنسخناه شوية يبقى هيتكون واصب أبيض بعد التسخين وهو أهو اتكون بعد التسخين يبقى هنا قدرنا نعمل إيه نميز ما بين الكربونات والبي كربونات باستخدام كابيتات إيه تمام كابيتات المغنيسيوم ودي تبقى هنا ميزة قدرنا من خلال التجربة التأكيدية إن إحنا نأكد الفرق بين الكربونات والبي كربونات بعد التجربة الأساسية طيب تعالوا ننتقل بعد كده إلى النيتريت النيتريت هنا طلع غاز عديم اللون بيتحول عند فورات الأنبوبة في التجربة الأساسية إلى غاز بني محمار طيب تعالوا نأكد على التجربة دي بتجربة تأكيدية تمام يلا بينا باستخدام إيه يلا نشوف كده مع بعض أيوا هنستخدم أهو قدامنا إيه برمنجينات البوتاسيوم والمحمضة بحمض الكابيتيك الإيه المؤكز بنافسجية اللون بص لونها أهو أهي على مهلنا عشان نتعرف على المواد دي يبديع بوعا برمنجينات بوتاسيوم مضاف لي حمض الكابيتيك المؤكز فبتديني اللون دي جاهزة عندنا أهي قدامنا أيوا أهي وبنبدأ نضيف لها محلول الملح لازم محلول الملح أيوا تمام فشوف كده معايا أيوا أهو نخبنا بص بيزول اللون الايه البنفسجي ممتاز أظن التجربة ممتازة التغيو واضح كان عندي ها لون بنفسجي تم إزالته بالتجربة التأكيدية لأنيون النيتريت إذن دي من التجاوب الجميلة جدا اللي بتأكد لي اللي بتأكد لي أن هناك تجاوب أساسية وتجاوب تأكيدية طيب إحنا خدنا مثالين هنا أو ثلاث أمثلة الكربونات البي كربونات والنيتريت للمجموعة الأولى وهي مجموعة حمض الهايدروكوريك يلا بينا ننتقل إلى المجموعة الثانية وهي مجموعة حمض الكابريتيك طيب يجي طالب برضو يسألني ليه هناخد حمض الكابريتيك لأنه حمض ثابت بالنسبة للأنيونات اللي يقدر يطردها الأخرى لأنها بالنسبة له أقل منه ثبات زي الكولوريد والبروميد واليوديد ويلا بينا نشوفها تجاوب جميلة جدا بسيطة ممكن إحنا نشوفها عملي ننتقل إلى المجموعة الثانية هي مجموعة حمض الكابريتيك المركز لتكشف عن مجموعة من الأنيونات مثل الكولوريد والبروميد واليوديد والنيترات اللي هي النترات فتعالوا نشوف قدامنا هنا احنا واخدين الكولوريد والبروميد واليوديد تعالوا نبدأ بالتجربة الأساسية وحنستخدم هنا الملح الصلب في كل منها باستخدام حمض الكابريتيك وهنا ناخد بالنا الأنيونات اللي احنا واخدينها ثلاثة وحنبدأ نشتغل على الملح الصلب ونبدأ بالكولوريد هناخد منه كمية بسيطة اهو قدامنا ملح صلب ونضيف كاشف المجموعة بتاعتنا ونشوف كده مع بعض هيحصل ايه؟ عندي ناخد بالنا من اللي بيستخدم ايوه حمض الكابريتيك المركز كاشف المجموعة الثانية ناخد بالنا من اللي هيحصل ايوه اهو ايوه ناخد بالنا اهو حصل هنا ايه؟ تصاعد هه غاز كولوريد الهادوجين عديم اللون ده بيجي عند فوات الانبوة بيتحول الى صحب بيضاء مع ساق هه زجاجية مبللة بمحلول النشادة لتكون صحب بيضاء من كولوريد الايه؟ الأمونيوم يبقى ده بالنسبة لمين؟ ليه الكولوريد جميلة تجهوبة بسيطة ودي شايفين اهو طلع قدامنا كويسة يعني تعاون ننتقل الى الأنيون الاخر اللي هو مين؟ هناخد البوميد ايوه ونشوف مع بعض كده ناخد الملح الصلب ونبدأ مع بعض دايما ناخد بالنا انا باخد شوف كميات قد ده؟ هاجات دي بتبقى بيوه نقية جدا ولابد ان احنا نستخدم مواد اقتصادية قليلة خد بالك حمض الكابيتيك هيعمل ايه؟ ايوه ها ايوه بص كده اول لما يتغير اهو ها بيتصعد غز بوميد الهدوجين عديم اللون وبيتأكسد بفعل اهو ها حمض الكابيتيك وبتنفاصل ابخيرة ايه؟ برتقالية حمراء من البروم ها بتسبب ايه ها اسفر ورقة مبللة بمحلول النشا يا الله تجوبة جميلة اول طيب تعاونا انتقل الى اليود يلا بنا هناخد ملح من املاحه صلب قدامنا وحنضيف حمض الكابيتيك ناخد بنا عشان تجوبة دي مهمة جدا ليه؟ لان التغيو حيبقى لون عجيب سبحان الله يلا كده اهو ها هنبدأ يتصعد اول ما نحط خد بالك اهو ها بيتصعد ايه؟ ايوه غاز ها يوديد الهدوجين شايفين اللون؟ ده عاديم اللون في الاول بيتأكسد جزء منه بسرعة بواسط حمض الكابيتيك وبتنفصل منه ابخيرة اليود اللون هاي عندك هنا بنفسيجي ممكن نشوفها اهو بص عنده التسخين وتسبب زرقة ورقة مبللة بايه؟ ها بمحلول النشا تمام؟ شايفين اللون؟ ناخد بالنا عشان مهم جدا تمام؟ خد بالك دي كلها التجاوب التلاتة دول اللي هي الاساسية يلا بينا ننتقل الى التجاوب التأكيدية هنا هنستردم التجاوب التأكيدية بايه بقى؟ بالمحلول هناخد بالنا دايما طيب هنا هناخد محلول نطرات الفضة يلا بينا اهو هناخد الكولوريد عندي اهو ونبدأ من نعمل منه محلول لازم محلول الملح في التجاوب التأكيدية ها لانيونات هذه المجموعة الثانية بتاعت حمض الكابيتيك نعمل محلول بالماء اهو لابعا احنا بناخد هنا ماء مقطر نقي نظيف عشان نتائج تبقى جميلة قدامنا ايوه بنعمل محلول ثم نستخدم محلول ايضا نطرات الفضة تعالوا نشوف بقى هيتكون هنا ايه ايوه ها خد بالك بص كده ها اه راسب ايه ابيض بنسميه ابيض جيلاتيني من كولوريد الفضة ده لو عرضناه ها الى الضوب يتحول الى ايه الى لون البنفسيجي سبحان الله تمام وهذا الراسب بيزوب في محلول النشادر المهكزة كويس جدا يلا تعالوا ننتقل الى البروميد يلا هناخد برضو الملح الاول ونعمل منه محلول الملح البروميد اللي عندي ايوه خد بالك احنا في التجاوب الايه التأكيدية فلازم نستخدم المحلول الملح اللي عندي ايوه ثم نضيف على طول نطرات الفضة ايوه ثم بعد ذلك نضيف نطرات الفضة خد بالك هيحصل ايه الراسب اين هيبقى لونه ايه اه خد بالك قوي ايوه ركز معايا ده راسب ايه ها ناخد بالنا هتلاقيه راسب ابيض مصفر من بروميد الفضة ده لو عرضنا لضوء الشمس بقى بيتحول للايه بيبقى داكن وبيزوب ببطء في محلول النشادر المؤكزة خد بالك ابيض مصفر شوي يبقى ده بالنسبة للبروميد يلا تعالنا انتقل بعد كده الى ايه بقى الى اليوديد ايوه هناخد نفس التجوبة التأكيدية محلول الملح ونضيف اليه نطرات الفضة تمام ايوه ناخد بالنا عند الاضافة عشان هي اهم تغيير باللاحظة وخد بالك كميات قليلة جدا ايوه هيتكون هنا راسب لونه ايه اه خد بالك هنا راسب لونه ايه اهو اصفر ايوه اهو من يوديد الفضة هنا ده لا يزوب بقى في محلول النشادر يبقى 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 الكولور كان يزوب بيه في محلول النشادر انما البروميد كان ايه بيزوب بيه ببطء لكن ده لا يزوب في محلول النشادر تعالوا بنا ننتقل الى المجموعة الثالثة هي مجموعة كولوريد الباريوم في الكشف عن انيونات الفوسفات والكبرداء طيب لماذا هنا لجأنا إلى كولوريد الباريوم هو مش حمض من الأحماض إذن لابد أن احنا نعرفين أن هذه الأحماض أحماض ثبتة ما لقناش بقى ليه طردها فبدأنا نلجأ إلى مادة تقوم بهذه المهمة هي كولوريد الباريوم زي ما احنا شايفين قدامنا وتعالوا نستخدم هنا كولوريد الباريوم في استخدامها هنا هذه ناخد الملح طبعا دي التجربة الأساسية قادي الملح الصلب للكابرتات وبنضيف ليه عندنا كولوريد الباريوم ناخد بالنا كده دي هنا وبنرج ناخد بالنا شايفين راسب أبيض من كابرتات الباريوم هنا أهو خد بالك شايفينه أهو طب تعالوا كده نشوف بقى لو أضفنا ليه أتش سي إل ها خد بالك ها لا يزوب أهو بص في حمض الهيدوكوريك المخافف أظنني دي تجربة واضحة جدا يبا دي تجربة أساسية خد بالك عشان كلام مهم جدا كويس يلا تعاون ننتقل بعد ذلك إلى الفوسفات أيوة يلا هناخد ايه؟ ها الملح عندي أهو الصلب تمام ونضيف عندي كولوريد الباريوم محلول الملح عندي أهو بنبدأ أن بعد الملح الصلب نعمل منه محلول ونتأكد أنه محلول ليه الفوسفات ملح من أملاح الفوسفات أهو برج تمام ثم نضيف كاشف المجموعة اللي هو كولوريد الباري تمام آه ناخد بالنا هيكون هنا إيه بقى؟ أيوة ها راسب إيه هنا تكون؟ أبيض شايفينه؟ أهو خد بالك راسب الأبيض واضح تمام طيب عايزين نتأكد بقى هنا هل هو فوسفات بقى ولا كابتات يبقى نضيف حمض الهيدروكوليك عليه هنشوفه بقى حيدوب ولا لأ إحنا في حالة الإيه؟ الكابتات ما بيدوبش طيب في حالة الفوسفات ناخد بالنا كده ونواكس شوي أيوة ها هل هيه؟ هل بيدوب؟ آه أهو آهو الله يبقى تمام شايفين؟ يبقى ده أكيد اللي هو حيبقى إيه؟ حيبقى الفوسفات يبقى إذن ده دليل على إيه؟ إن إحنا قدرنا نميز بين الكابتات والفوسفات باستخدام كولوريد الباريوم عن طريق تكوين رصب أبيض في أحدهم ماله ها و رصب أبيض من كابتات الباريوم لا يزوب في حمض الهيدروكوليك بينما في حالة الإيه؟ الفوسفات قدر إن إحنا ناخد رصب الأبيض وندوبه باستخدام ايه؟ ها 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 وده تأكيد أو قدرنا من خلاله إن إحنا نقدر نميز بين أنيونين عندنا باستخدام كاش في المجموعة الثالثة وهو كولوريد الباريوم أصدقائي أرجو إن إحنا يعني نكون من خلال التجاوب العملية اللي إحنا قمنا بيها إن إحنا نكون وصلنا الهدف من هذا التحليل اللي هو التحليل اللي هو استخدمنا فيه أو استخدمنا فيه حمض ثابت بيطرد أنيونات الأحماض الأقل منه ثباتا طب بيطرده في صورة إيه؟ غازات يمكن بسهولة أن أنت تكشف عنه طيب هنا عايزين نأكد على حاجة مهمة جدا إن الحمض الثابت هو الحمض اللي ضارد غلانه أعلى يبقى يبقى الأقل تطاير طب والحمض الأقل ثباتا ضارد إيه؟ غلانه أقل يبقى إيه؟ الأكثر تطايرا طيب وقلنا إن إحنا هنلجأ ليه نوعين من التجاوض في تجاوض أساسية بنستخدم فيها الملح الصلب مع كشف المجموعة طب التجاوض التأكيدية بنستخدم محلول الملح تمام وما ننساش إن إحنا كل شغلنا دلوقتي إحنا بنشتغل عن اللي هو الشق الحامضي الأنيونات وإحنا قدبنا نقسمها لثلاث مجموعات مجموعة حمض الهايدوكريك ثم مجموعة حمض الكابريتيك مركز ثم كولوريد الباريوم وبكده قدرنا إن إحنا نتخلص أو نبدأ بالكشوف الأنيونات اللي هي الكشوف الحامضية ليه أقل أو أسهل في الدراسة إلى أن نصل إلى الكشوف القاعدية إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله اللي هي هتبقى أكثر تعقيداً شوية وحنعرف إيه سبب إن إحنا الدراسة فيها بتبقى فيها صعوبة غير الكشف عن الأنيونات أصدقائي أرجو إن إحنا نكون استفدنا من هذه الحلقة وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله